للأسف الواقع الحقيقي الذي نعيشه الآن في العراق بالنسبة إلى الوضع السياسي الذي يجعل من العراق دولة تستطيع أن تدافع عن حقها وأن تتعاطى مع الدول بشكل عام سواء دول الجوار أو الدول الإقليمية أو حتى الدول البعيدة مثل أمريكا وغيرها على أن يتم التعامل في الاحترام المتبادل وفي المصالح المشتركة الوضع السياسي في العراق منذ 2003 وإلى الآن أنا في رأيي كمراقب ومتابع للشهر السياسي حقيقة يعني للأسف الشديد لم تحمي الولايات المتحدة الأمريكية حدود العراق بشكل صحيح بحيث نستطيع أن نعول على عمل سياسي داخلي مبني على عدم التدخل الخارجي مثل ما دخلنا القاعدة وداعش وغيرها لا هذه الأمور جعلت ذريعة لدول الجوار وجعلت ذريعة هذا الوضع غير المستتب أمنيا لعقدين من الزمن في العراق كأنه أعطى درائع للمملكة لدول الجوار لجمهورية الإسلامية في إيران لتركيا لدول أخرى أن تتعاطى مع العراق بموقف الضعيف والإشكالية الكبرى نحن في العراق لا نريد أن ندخل مآسي الحروب لأننا عانينا كثيرا سواء حروب دول مع دولة أو حروب داخلية من قبل مواجهة الإرهاب وداعش إذن الحكومة ماذا عساها أن تصنع سواء أن تتحرك في الجانب الدبلوماسي الجانب الذي يلزم العراق مع تلك الدول باتفاقيات لدينا اتفاقية مع الجمهورية الإسلامية في إيران بخصوص الجوانب الأمنية وتبادل المعلومات الإيران تقول أنني زودت الحكومة العراقية بمعلومات كاملة عن ملف المعارضين الإيرانيين الكرد الموجودين في شمال العراق وتم إبعادهم من الحدود العراقية الإيرانية من الإقليم إلى داخل الإقليم وثمت أمور أخرى بخصوص لكن سيد الركابي سيد الركابي لكن سيد شاوردي بالتأكيد ينقل عن جهات رسمية حكومية إيرانية يقول العراق ليس لديه أي معلومات حول وجود هذه كما يقول مقار للدعاء هذا بوجود مقار للموساد في إقليم كردستان طيب السؤال هنا الذي يطرح معلومات لدى إيران ماذا عن الأجهزة الأمنية العراقية التي يصرف عليها الملايين بمختلف صنوفها والحديث عن جهوزيتها وتمكنها من كثير من الملفات ألا يتم أيضا تبادل المعلومات أليس لديها أي معلومات عن تواجد إذا كان هناك حقيقة لهذا الموضوع يعني هذا الذي ينبغي أن يكون أستاذ عادل وهذا ما نتمنى على واقع الحال لكن بالواقع بالنتيجة النهائية نحن في العراق ليست لدينا أجهزة حقيقية تستطيع أن تخبر القائد العام للقوات المسلحة بما يحدث وما يجري ضمن الداخل العراقي والمفروض الذي يعمل بعض الأجهزة حتى على حماية الأمن القومي وتذهب إلى خارج الحدود لكن هذا الأمر غير موجود والسبب أنه عدم قدرة العراق على التعاطي في الجوانب الأمنية بوجود يعني الآن البعض يعتبر حديثي لربما فيه شيء من التحامل أو أنه فيه شيء على الولايات المتحدة الأمريكية لأنه إذا سماء أنه لا نستطيع أن نقلع فيها طائرات ولا نستطيع أن نشتري أجهزة حقيقية ولا نستطيع أن ندخل دورات حقيقية فبالتالي هذا الصراع الإقليمي الدولي ما بين إيران وما بين أمريكا جعل من العراق ساحة تصفية وهذا لا يمكن أن يعطي للعراق وللحكومة أريحية حقيقية فالتعامل ما لم يكن هناك في رأي الشخصي اجتماعا رباعيا بين أمريكا والعراق وإيران وتركيا يفترض أن تكون بغداد هي أرض لهذا الاجتماع لكي نتخلص من هذه الأزمات كل ما ضاق الخناق ما بين إيران وأمريكا العراق يستقبل الضحايا ويحضر الضحايا إجداد الخلاق ما بين تركيا وحجب العمال في أقليم كرنستان ترجمة نانسي قنقر